بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إسره المسلين نواصل التوتوريال شابتر 3 steady heat conduction نشوف البربلم 3 4 the heat loss through an insulated steam pipe هنا عندنا steam at 320 celsius هذا steam موجود عندنا هنا flows in a cast iron اللي عندنا هنا باللون الأحمر هي pipe من الكاست ايرون كاست ايرون thermal conductivity تبعها 80 معطينا الدياميتر عند inner والاوتر دياميتر لهذه البايب 5 سنتيمتر 5.5 سنتيمتر وبعدين حطينا على هذا البايب حطينا عليها مادة عازلة سمكة ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر وصفاء لتلاحظ انه المادة العازلة ثلاثة سنتيمتر تبعها قليلة ثلاثة وكثير ثلاثة سنتيمتر إلى الوقت ثلاثة الزاثة تبعها ثلاثة في البايب الثالثة في النظر تبعه خمسة إذن إيش من 320 هنا في الداخل تبع الستيم إلى 5 في الخارج هنا حيش حيتم انتقال الحرارة طبعا يعتبر خسارة الهيت ترانسفر كوفيشنط في الخارج يقول لك أنها تساوي 18 الهيت ترانسفر الخسارة التي تحصل هنا مع الخارج هنا هي باي ناتشرا كونفكشن و باي راجيشن هذي الهيت ترانسفر كوفيشنط كومبينت تيكينج الهيت ترانسفر كوفيشنط inside the pipe h1 equal 60 determine the rate of it loss from the steam per unit length of the pipe نفترض أنه هذه البيب طولها L وهو يقول لك per unit length قسم على هذا الطول أو ممكن نعتبر أنه L تساوي 1 متر عشان نسهل الحسابات في البداية the temperature drop المطلوب كمان the temperature drop across the pipe and insulation عش معنى هذا الكلام البيب هنا السطح الداخلي وسطح الخارجي في فرق في درجة الحرارة كمان العازل هنا في فرق في درجة الحرارة ما بين سطح الداخلي وسطح الخارجي ف نطلوب منك قيمته taking L equal 1 متر the area of the surface exposed to the convection R نحن اللي همنا هنا المساحات اللي تهمنا هنا هي المساحات اللي هي exposed to convection اللي هي متعرضة لل convection وين فيه تعرض لل convection ما بين السطح هنا والسطح الداخلي لل pipe هذا في convection إذن المساحة السطحية هنا تهمنا جدا اللي هي A1 وبعدين ماء السطح الخارجي لل insulation اللي هو عند A3 يتعرض لل convection كمان مع outside اللي درجة حرارة وقالنا 5 لكن هنا خلي بالك انه A3 قيمته كم تساوي تساوي R2 اللي عندي هنا زايد زايد thickness الإنسوليشن اللي هي 3 سنتيمتر أوكي هلا بدنا نحسب resistance ناخذ thermal resistance ما بين السطح ما بين السطح والسطح الداخلي لل pipe اللي هو ما بين T-infinity T-1 وال T-1 اللي هي درجة حرارة درجة حرارة ال inner service لل pipe فيه عند ريش عندنا convection 1 over H1 A1 هنا اللي حسبناها المرة الماضية اللي هي service area عند inner service وبعدين ما بين T-1 وال T-2 أو R1 وال R2 أيش اللي عندنا عندنا بس ال conduction اللي أنه هي pipe من الكاست iron صلب فما بين T-1 وال T-2 عندنا R1 وال R1 هي by conduction وهذه العلاقة عارفينها اللي هي في cylindrical coordinate T-2 باعتبار أنه L هنا تساوي 1 بعدين ما بين السطح الداخلي لل insulation و السطح الخارج ما بين T-2 وال T-3 في عندنا connection كمان بنفس الطريقة اللي هو R2 تبع insulation ما بين السطح الخارج لل insulation والهواء الخارج اللي هو ما بين T-3 وال T-anfinity T-2 في عندنا convection وهنا نقول A-3 اللي هو السطح الخارج لل insulation R-total هي إذن هذه قيمتها ونعرف أنه نفس كمية الحرارة انتقلت هي نفسها من الداخل إلى الخارج ما بين T-anfinity 1 اللي تبع السطح إلى اللي هو الخارج اللي هو surrounding اللي هو T-anfinity 2 إذن ال Q-dot تساوي 121 Watt Per unit length Per meter pipe length the heat loss for a given pipe length can be determined by multiplying the above quantity by the pipe length إيش معنى كلام هذا فرضا إنه أعطاني L تساوي 10 قال لي ال pipe هاي طولها 10 متر أنا ما ودي Per unit length فإنت ساعتها حتقول له إيش هتأخذ هتضرب هذه الكمية في 10 وتسايل عندك ال Q-dot تساوي 1210 Watt هنا Watt Per meter صح Per meter temperature drop across the pipe أولا across the pipe نحن نعرف إنه ال Q-dot إنه تساوي كام نحن تساوي delta T نقسم على R لكن إيش هي delta T هنا نأخذ بالنسبة لل pipe delta T تبعها ال pipe هنا delta T تبعها هي ما بين T1 وال T2 ما بين T1 وال T2 إذن هنا هنقسم على كام هنقسم على R1 علشان نجيب اللي هو delta T pipe هنأخذ Q ونضرب ها في R1 اللي هي R pipe إذن الفرق في درجة الحرامة ما بين السطح الداخلي والخارجي لل pipe هو 0.02 أما بالنسبة لل insulation اللي هو ما بين R2 وال R3 أو T2 وال T3 فنستخدم R2 هنا بس نستخدم R2 اللي هي R insulation فيكون عندنا الفرق في درجة الحرارة هو 248 إذن لاحظ أنه ما بين السطح الداخلي لل pipe والسطح الخارجي لل pipe الفرق قليل جدا بالنسبة ل الفرق في درجة الحرارة ما بين السطح الداخلي والخارجي للعازل هذا الشيء ناجم عن إيش ناجم عن أن العازل هذا عازل جيد للحرارة وبالتالي الفرق في درجة الحرارة ما بين الأسطح هو يعزل الحرارة ما يمنعها أن تمر وبالتالي فيه فرق كبير جدا في درجة الحرارة يمنع 284 فهو يعني تقريبا درجة حرارة السطح الخارجي والداخلي هي نفسها إذن فيه كمية كبيرة من الحرارة تنتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته